الأزمات التي يصنعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطارده في كل مكان أزمات داخلية أفقدته شعبيته كان رجع صداها بصفعات ورمي بالبيض يتلقاها خلال جولاته وأخرى خارجية كان منها أزمة إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات نووية فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية ولعل آخرها تصريحاته المسيئة للجزائر تصريحات ماكرون التي نقلتها صحيفة لوموند جاءت خلال لقائه مع مجموعة من الطلبة الجزائريين حيث بدأ بالهجوم على النظام السياسي في الجزائر واصفا الرئيس عبد المجيد تبون بأنه عالق في نظام شديد التصلب ثم سخر من الجزائر كأمة حين شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي الرئاسة الجزائرية ردت على تصريحات ماكرون باستدعاء سفيرها في فرنسا للتشاور جراء هذا التدخل في شؤونها الداخلية وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية وقالت إن هذه التصريحات تمثل مساسا غير مقبول بأكثر من خمسة ملايين شهيد ضحوا بأنفسهم عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي بين عامي 1830-1962 أحزاب جزائرية عبرت عن رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الفرنسي وأنها تنم عن حقد دفين تجاه الجزائر وجهل مريب بتأريخها وتكشف عن الوجه الحقيقي للسياسة الفرنسية تجاه الجزائر التوتر الحالي بين فرنسا والجزائر ليس الأول من نوعه ويبدو أن ماكرون الذي وصف الإسلام من قبل بأنه يعيش في أزمة أصبح ماكرون منغمسا في أزمات لا تنتهي ويريد التغطية عليها بخلق توترات خارجية فهو يواجه معضلات تتعلق بفشله في تحقيق الكثير مما وعد به الفرنسيين بشأن خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد فسعى لشغل الرأي العام الفرنسي مستغلا قضايا المهاجرين وآملا في كسب أصوات اليمين المتطرف